اشتركوا في القناة الكلام ممكن يترتب عليه المصائب هم مش متخيلينها فكتير من البيوت التي خربت بسبب الكلمة اللي خرجت بينك وبين فلان على سبيل السر ولذلك العلماء لما تكلموا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حاجة مهمة قال إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت يعني بيحدث أخوه بالحديث ثم التفت فهي أمني يعني التفت يعني عمل كده وعمل كده دي إشارة وقرينة أنه مش عايز حد يسمع هيقول لك حاجة سر ثم التفت فأي أمني أنا ببص جنبي كده يعني يخب بالك إلا له محدش يسمع تخيل بقى أنه بيؤكد عليك فالعقوبة بتغلز أكثر وأكثر كلما تسبب عليها أضرار كثيرة ولذلك إحنا لما بنقول بقى فكرة السر السر اللي حدثك حديث ومش عاوز حد يعرف عنه لو أنت خلفته ارتكبت كبيرة من الكبائر وتشتد العقوبة عند الله سبحانه وتعالى بمقدار ما ترتب على هذه الكبيرة هل المجالس كلها أسرار؟ يعني كل المجالس نحن نقعدها أو نحن نتعمل فيها كلها أسرار؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في الحديث المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس في ثلاث حاجات لا مستثنين منهم أول حاجة سفكوا دم بغير حق يعني السر اللي واحد الهولك دوت هترتب علي أنه راح يقتل راح يرتكب جريمة لانت لازم تفش السر بتاعه إيه ده بس أقلي ده مني وبينك ده أنا رايح حقاة الفلان ولا رايح حقاة الواحد والله أنا رايح حقاة الفلان ده أنا رايح حقاة زين الثاني أو فرج أو فرج حرام يعني إيه؟ يعني النهاردة عارف أنه هيروح يرتكب معصية مع بنت مع كذا أو 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 إلى غير ذلك أحذر أحذر دوت من السر ده أنت لازم تفشيه أو اقتطاعه مال امرئ مسلم بغير حق الحتة دي مهمة لأنه يترتب عليها أكل حقوق الناس طبعا ومه يدخل فيها ولا تكتمه الشهادة لما تستدعى للشهادة وإنت تقول لا أنا مش هقول الشهادة علشان هيترتب عليها علشان بسير أو على منصب أو أو خلي بالك أنت دخلت في الجزئية دي الفكرة في الجزئية دي تسدن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر منها ولا تكتمه الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه طيب إيه اللي هترتب على الجزئية دي هترتب عليها أن أنت لو ما قلتش الشهادة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك في الجزئية دي هترتب عليها أكل مال بغير حق فدية أمثلة دي ما تعتبرش خيانة مجالس لا مش خيانة مجالس دي طبعا بالعكس انت كده بتنقذ بيها حد وبتعالج بيها مشكلة فده يعتبر من الحاجات اللي ما فهاش خيانة إن شاء الله صحيح اللي ربنا إن شاء الله يجعلنا من الناس اللي ما عندهمش خيانة مجالس ويخلينا بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم دايما كان بيقول في كفارة المجلس كان بيقول سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك دي اسمها كفارة المجلس لو إحنا ممكن نكون غلطنا غلطنا أو سهلنا أو فدي تسمى كفارة المجالس وعاوز بقى من الجزئية دي بننطلق العمال الصالحة بقى العمال الصالحة هو احنا بنقول يعني كل الناس بتفشي الأسرار لا لا طبعا سيدنا نبي يقول الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرونا بالمعروف وتنهونا عن النوم ونحن بقى في أيام خيرة دكتور وأيام العيد بقى والحاجات اللي الناس بتستنيها صحيح احنا شايفين على الشاشة برضو الحاجات اللي بتكون بها مؤسسة البر والتقوى وبدرة السقوك الأضاحي اللي هم شغالين عليها ويمكن دي الحاجات اللي هم شغالين عليها من بدري دكتور عماد معنا ودائما بيقول لنا احنا مش بنشتغل من دلوقتي احنا نشغل من رمضان ومن قبل رمضان على الموضوع ده صحيح لأني دي فرحة برضو تقول على الناس اللي مستنية فيه ناس ما بتشوفش الكلام ده دكتور انت حرك قلت هذه الكلمة فيه ناس ما بتشوفش الكلام ده ما بتشوفش الخير لكن أهل الخير موبلين وأهل الخير دايما بيشاركوا في الخير من أبواب الخير اللي بتقدمها جمعية البر والتقوى المصرية جزاهم الله خيرا فكرة سكوك الأضاحي احنا النهاردة فيه ناس كتير جدا ما تقدرش ان هي تتبح بنفسها او ما عندهاش القدرة ان هي تجيب الخروف وتتبح وتجيب الجزار وما تعرفش حد توزع دول كتير جدا فالناس دي وامثالهم ضمنت لهم جمعية البر والتقوى المصرية جزاهم الله خيرا فكرة سكوك الأضاحي ان انت لو عاوز تضحي ممكن تعمل سك الأضحية ان انت من خلال بتساهم بالسك دوت وتضمن ان الشيء ده هيروح للمستحقين للمستحقين الناس اللي حضرتك قلت ما بيشوفوش من الكلام والأماكن يا دكتور فكرة ان انت ممكن توزع على الناس اللي جنبك وانا اوزع على الناس اللي جنبك بس وفيه ناس بعيد وازاك تعارف حراك فيه ناس انا اكيد حراك سمعت عنهم انه ممكن يجي لأضحية من فلان واطحية من فلان ومش محتاج وازاك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شرعت اصلا فكرة الأضحية لإدخال السرور على الفقراء لسد حاجة الفقراء في يوم العيد ان الناس تاكل وتشرب حتى ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من الشريعة المحمدية ان صيام ايام التشريق التلاتة حرام له سيدنا النبي قول انها ايامه اكل وشرب وسرور يعني ده انت بتاكل وتشرب فيها وتتبسط فتخيل بقى ان شرعت اصلا شرعة العيد دوت لمسألة الاكل والشرب والإدخال السرور على الناس فيه ناس كتير جدا ما بتلاقيش اللحمة في هذه المناسبة جمعية البر والتقوى المصري يا جزام الله خيرا بتضمن بقى ان يتوصل الأمور دي للمستحقين من خلال سك الأضحية وانت بتاخد السواب ده اسمه عندنا بقى في الفقه اسمه الوكالة ده الوكالة ان الانسان يجوز له شرعا ان هو يوكل غيره ان يذبح عنه طب الناس اللي مش مستطع انه ياخد سك كامل او ان هو مثلا يذبح حاجة كبيرة او كده برضو بقى عايزي شارك يشارك في السواب والحاجات دي يشارك وانا بقول الحرك هو بس يتوصل مع الجمعية ونشوف ايه اللي موجود لان طبعا هتجد حركة السقوك مختلفة فيه واحد عايزه شارك في بدنا في بقرة في كده كل دوت متوفر العبرة هنا بقى فيه حاجة برضك مهمة عايزة اذكرها فكرة ان انت بتضمن التوفير الامن والامان للأضحية نفسها الجو نفسه اللي بيتم فيه فكرة الذبح انه بيتم فيه جو طبي ايام الحر دي برضو اللحمة بتبوز على طول صحيح وكام واحد حضرتك هتلاقي انه هو ممكن اللحمة بتاعته فسدت مش لاقي ناس يوزع عليهم فبيفضر ركنها طب وليما انت تدخل في هذا الباب وتشترك صدك وتريح نفسك أصلا وتأخذ الثواب والثواب يكون مضاعف على فكرة لان هنا لو احنا حبينا بقى نتكلم في جزئية ان شاء الله ممكن نتكلم فيها بتفصيل في مرة أخرى لكن جزئية ان الأضحية يجوزه شرعا للمسلم ان هو الأولى ان هو ممكن ياخد منها جزء ويفرق على الفقراء والمحتاجين ممكن ما يوزعش على أهله ويديهم جزء بسيط ففكرة الثلاثة أثلاث من الشرط دي سنة فممكن ياخد جزء بسيط ويدي الأهله جزء بسيط ويتبرع بالبقية للفقراء والمحتاجين وهذا أقول برضو من العمال الصلاحة الموجودة ومن الحاجات اللي بتقوم بها مؤسسة البر والتقوى المستشفى المستشفى ضمياط اللي هي دلوقتي يعني الصراحة ده بقى شغال ويمكن احنا لينا دعوة من الدكتور عماد بإذن الله قرأي بنروح لأن احنا روحنا السنة اللي فاتت بصراحة وكان لسه المستشفى مشتغلتش وكان لسه الموضوع كان بي ناشد الناس ان العيدات وكده دلوقتي يمكن احنا عرفنا وشوه شايفين على الشاشة ان العيدات تبتلت تشتغل ودي مرحلة وبرضو هوا بينشب برضو لأيه فكرة غرف العمليات والأجهزة لأن احنا ما روحنا بصراحة الموضوع هناك كبير موضوع مش سهل ان شاء الله نروحوا رأيي بقى ونصور التطورات اللي هناك وانا بنبه بقى حراك مدام تكلمنا عن مسألة المستشفى جموع المشاهدين انت لما بتشارك في مسألة زي دي انت مش بتشارك بس في ان انت بتعالج مريض لا انت بتشارك في احياء نفس قيمة النفس البشرية انك تحييها لها منزل عظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى تخيل لما ربنا سبحانه وتعالى كده عظم من امر هلاك النفس طبعا الانسان يموت نفسه ولا يتسبب في قتل انسان لأسف الحاجات اللي بنشوفها لا يمدي العكس ومن احياها فكأنما احيا الناس جميع الله يفتحها لحضرتك لأوا فكرة انهم بيعملوا الحاجة برضو دكتور يمكن بينا على الشاشة قدامنا ان الحاجة شكلها حل الحاجة معمولة ب زي نقولوا كده لن تنالوا البر حتى تنفقه مما تحبون ان انت بتقدم للناس الخدمة اللي انت عاوزها مش الخدمة اللي هم عاوزينها لا دا اللي انت لو مكانهم هتكون عاوزها ويكون محتاجها فمن اعظم الامور التي يتقرب بالانسان الى ربي سبحانه وتعالى فكرة انه يشارك في مثل هذه المبادرات مستشفى التقوى البر والتقوى المصرية في ضميات وان شاء الله بإذن عن قريب خلاص يعني ايام معدودات ونفتتح هذا الصرح الكبير والسادة المشاهدين هيشوفه بنفسه هم حاليا العيدات بتعتبر شغالة الحمد لله وهو الدكتور يمكن بيأكد على فكرة العمليات وغرف العمليات والأجهزة لان طبعا الأجهزة دي برضو المستشفى مش مباني بس لا دا صرح كبير محتاج ومحتاج تجهيزات داخلية والحاجات دي بقى بقى اركم كبيرة ولذلك احنا بناشد السادة المشاهدين وما يساهموا في مثل هذه الأمور وينوي بها وجه الله سبحانه وتعالى فيه جزئية مهمة دا طبعا الصدقة الجارية دكتور طبعا يعني انت ما تجيب مثلا جهاز أو حاجة أو سرير أو كده في مستشفى طبعا صدقة جارية طبعا وأقول لحضرك حاجة تانية فكرة الإحياء نفسها انت مش بتحي فرد انت بتحي أسرة لما يكون تخيل كده حضرك يا أستاذنا لما يكون واحد مريض وعاوز عملية علشان يكمل حياته يكمل حياته فهيصرف على عياله فهيدخل دخل انت مش بتحيي لوحده انت بتحيي هو ومراته وعياله فأحييت أسرة وهنا بقول لأستاذ المشاهدين انوي أكتر من نية كان علماءنا رضوان الله عليهم بينبيونا للجزئية دي انت ممكن تنوي أكتر من نية في العمل الصالح الواحد فانت لما بتقدم على مثل هذا العمل بتقدم على أنك بتحي نفس لا انت بتحي أكتر من نفس ومن هنا بنقول لهم اللي عاوز ياخد صدقة جارية يتفضل خاصة بيبقى فيه برضو اللي هو القوام الانتظار ان الناس يعني الأماكن بتبقى صعب ان انت برتيجوا عشان تيجي مثلا من دميات او محافظات هناك للقاهرة موضوع صعب فده هيسهل على على الأهلين هناك كثيرا وهو ده الغرض الأساسي على فكرة من إنشاء المستشفى الدكتور عماد جزاو الله خير ان وجمعات البر والتقوى المصرية الغرض أصلا من إقامة المستشفى في دميات وكده فكرة إنهاء قوام الانتظار لأن الناس النهاردة وده مش بتخدم بس دميات بتخدم دميات والمحافظات لا ده الدكتور عماد بيأكد دايما إنه احنا عاملينها قريب من الطريق الدولي اللي هو الساحلي عشان خاطر لو حد عايز يجي من أسوان يتعالج هناك ما فيش مشكلة أسعف موجودة وتنقل والكلام ده فهو لا هو مش عاملها لمكان واحد بس صحيح ومن هنا بنقول للسادة علشان المشروع ده يا جماعة يكمل ويفضل مكمل مع الناس لا بد أن تشاركوا في مثل هذه الأمور وتنموا بها إحياء النفوس ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول يا رب والإخلاص طب نوع تاني من المشاركة برضه دكتور إنه انت تروح وتشوف الحاجات دي أنا عايز أقول لحركة إحنا ما بنروح بنبسك جدا إنه بننزف في الحاجات دي بنشوف الأماكن دي بتسعد إن ده خير الناس عاملها إن ده حاجة الناس شاركت فيها وقامت بيها وإن المؤسسة كبرت المشروع ده صحيح ولذلك إحنا إن شاء الله هننقل للناس صورة حية إن شاء الله نروحنا رحنا عملنا حلقة مع دكتور عماد هناك كان الجميلة بصراحة لما دخلنا وشوفنا المبنى وشوفنا أن الدكتور عماد كان بيحلم يقول لي هنا عايز نعمل كذا وهنا عايز نعمل كذا دلوقتي الموضوع تحول لحقيقة وذا كان أقول لحضرتك حاجة عارف من باب السرور على المسلم ادخل إن انت عاوز تسعد كان سوء لأحد الحكماء بيقول من أسعد الناس قال من أسعد الناس فكرة إن انت تدخل السرور على هذا الإنسان المريض بإحيائه مرة تانية دي مش قليلة دي عظيمة لأن في عاجة ما بتنتظرش بمعنى إنه يعني فيه مرض فأنا مش هستر في عملية عايز نتعامل خلاصاً هايز عملها دلوقتي صحيح ولذلك هي الأولويات عندنا دايما الشريعة بتحطها كده في عين الاعتبار عارف حراك مقاصد الشريعة يعني الشريعة لما جات كده لها مقاصد معينة بترمو إليه من ضمنها أول مقصد من المقاصد حفظ النفس وحفظ النفس هنا ده مقصد أساسي حفظ النفس النفس بكل ما تشملوا هذه الكلمة سواء كان بعلاج سواء كان بحماية سواء كان بتوفير أمن ومن هنا إحنا بنقول للناس يا جماعة تعالوا شوفوا المرضى عاملين إزاي فشارك انت النهاردة ممكن تشارك بأكتر من شيء تجيب عايز تشارك بجهاز أهل نسالم تشارك بكرسي بعجل أهل نسالم بعلاج أهل نسالم ده هو بيقول للدكرة في ناس بتتكفل بغرفة كاملة صحيح وناس كاتبين أسماء على الغرف صحيح فدي حاجة بتبقى جميلة جدا ودول أبشرهم ما دامت هذه الغرفة قائمة ينتفع بها الناس فهي في ميزان حسنتهم صدقة جرية دائمة وذلك الناس الإنسان بقى الذكي في التعامل مع الله التجارة مع الله إنه هو يختار أفضل أو أكتر الأشياء عمرا أقوال الأشياء عمرا فيها استدامة طبعا وهو ده ما فيهوم الصدقة الجارية على فكرة ما فيهوم الصدقة الجارية مشان أنا هطعم واحد فيشبع لا إن انت بتنفع الناس نفع طويل الأمد إن انت بتعمل لهم ميا إن انت بتجيب لهم جهاز ياشفو بيه وإلى غير ذلك ربنا ينفع بيهم وينفع بيكم الدكتور وإن شاء الله نكون سبب بنعرض دايما أرقام المؤسسة على الشاشة عشان لو فيه حد عايزة يتواصل معهم أنا اتشرفت في عارقة النهاردة بالوقت يجري معك بسرعة إن شاء الله نشوفك في حلقة تانية ونكمل على خير إن شاء الله كنا معكم أعزائي المشاهدين النهاردة وكانت حلقتنا عن خيانة المجالس وإزاي إن احنا نقدر نعالج الموضوع ده في الوقت الصعب اللي احنا بنهيشه شوفكم على خير في حلقة جديدة